البنك الدولي وضع المغرب في آخر تقرير له في المرتبة الثامنة عشر بعد المئة فيما يخص مؤشر الرأسمال البشري مرتبة متأخرة تجعلنا نطرح عديد الأسئلة عن حال ثروتنا البشرية عن المقييس التي من خلالها يتم حساب قيمة النشيطين المشتغلين من المغاربة وعن إنتاجيتهم وعن دورهم في تنشيط النموذج التنموي المنشوط أهلا بكم في برنامجكم الاقتصادي الأسبوعي في الاقتصاد للنقاش يحضر معنا يوسف صديق أستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد الخامس بالرباط ومسؤول عن مستر تدبير الرأسمال البشري والتواصل مرحبا بك سيدي مرحبا يحضر معنا كذلك السيدة سلم صدقي أستاذة الاقتصاد بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة مرحبا بك سيد مرحبا سيد سعيد شكرا إذن مرحبا بكم جميعا إلى هذا العدد الجديد من في الاقتصاد الرأسمال البشري المغربي أسئلة القيمة والتدبير سجل المغرب تراجعا ملحوظا في مؤشر تطور رأس المال البشري العام الماضي إذ احتلت المملكة المركز الثامن عشر بعد المائة عالميا بنحو تسع واربعين فاصل سبعة واربعين نقطة بعدما كانت تحتل المرتبة الثامنة والتسعين في المؤشر ذاته خلال عام الفين وستة عشر بنحو تسع وخمسين فاصل سبعة واربعين نقطة وشمل تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي والبنك الدولي 130 دولة وصنف الدول وفقا لأربعة معايير رئيسة تتمثل في معيار القدرة الذي يقيس الرصيد المعرفي الحالي ومعيار المعرفة ويقيس مدى توسع وعمق استخدام المهارات ومعيار انتشار المعرفة ويتعلق بتطبيق المهارات وتراكمها عبر العمل ومعيار التنمية متمثلا في تنمية المهارات الحالية للقوة العاملة ولعل من أهم أسباب هذا التأخر الذي احتله المغرب الفشل في استثمار التعليم خلال سنوات الدراسة والتكوين وضعف المهارات خلال سنوات العمل وعدم تطويرها ويعد تطبيق المهارات المكتسبة وتقويتها خلال العمل جزءا من تنمية رأس المال البشري وسبق للمندوبية السامية للتخطيط والبنك الدولي أن نشر عام 2017 مذكرة جاء فيها أن عدد العاملين في القطاع العام بلغ 852 ألفا أي بنسبة 42.2% فيما بلغ عددهم في القطاع الخاص مليونا ومائة وستة وستين ألفا أي بنسبة 57.8% وحسب المذكرة نفسها فإن معدل التوظيف في المناطق الحضرية الذي يبلغ حوالي 35% هو أقل منه في المناطق القروية حيث يبلغ 55% أرقام تتحدث عن نفسها لكن أهمية رأس المال البشري تتجاوز القضايا الاقتصادية كما ينطوي تحسين ترتيب المغرب في معشر المؤسسات الاقتصادية الدولية على مكاسب أخرى إذن مرحبا بكم مجددا في هذه الحلقة من في الاقتصاد وموضوع الرأس المال البشري المغربي أسئلة القيمة والتدبير أبدأ معك يوسف صديق يعني سؤال كيف هو حال الثروة البشرية في المغرب المغرب غني بطروته البشرية لكنها لا تدبر بالشكل المطلوب وهذا هو التنقض الذي عشنا من خلال السياسات التنموية السالفة والتي تقتضي اليوم معالجة ومراجعة شاملة تأخذ وتضع في عين الاعتبارها الرأس المال البشري بدون سقوط في المنطق المالي أو المنطق الحسابي لأن الرأس المال البشري هو منظومة معقدة يجب الاهتمام بها من خلال مؤشرات التعليم أساسا وثم الوصول إلى ميدان الشغل والإنتاجية سنأتي لي ذلك سيدة سلمة صدقي يعني في الترتيب لصدراته البنك الدولي حول مؤشرة الرأس المال البشري المغرب حتى المرتبة 18 بتلف هو من بين 14 دولة لما قدراش أنها تطور حتى ولو 50% من المواريد البشري طبعا هذا هو آخر تقرير صدر على المنتدى الاقتصادي العالمي وتيبه المغرب لا يمكننا أن نقوله تيبه في الحقيقة يعطي المغرب المرتبة 118 من أصل 130 دولة يعني أننا في ديل القائمة قد سبقوا دول بحال يمان وبحال فقط يعني حتى بنسبة الدول المقارنة نحن تنجيه في ترتيب بعض الدول المقارنة هذا المؤشير هو تقيس قدرة الاقتصاد على الاستفادة من الرأس المال البشري فهذا ماذا يعني؟ أن الاقتصاد الوطني لا يستطيع أن يستفيد أو أن يستغل رأس ماله البشري بالشكل المطلوب الذي يساهمه في التنمية وفي الرقاء الاقتصادي والجتمعي إلى غير ذلك بالإضافة لهذا المؤشير هو ترتكز على مؤشيرات يعني التي هي الهولوجية إلى سوق الشغل التعليم يعني قدرة المتعلمين على أنهم يساهموا بهذا التعلم في سوق الشغل وتي يرتكز على شيء أساسي أيضا هو مدى الاستثمار دينا في الأجيال القادمة من حيث التعليم ومن حيث التعليم المستمر بالنسبة للأجيال الحديثة يعني الأجيال التي هي اليوم في سوق الشغل وذلك يدل على أننا يكون عندنا مجهودات أكثر ليستفيد الاقتصاد الوطني من إسماله البشري وكما قال الزميلي عندنا واحدة تروى ولكن هي مدبرة ليست مدبرة بشكل الأمثل إذن تكلمتي على المؤشير مؤشير رأسما البشري باش نفهموه نقدرون فهموه حتى الحالة تروى البشرية في المغرب شنوه المؤشير وكيف يتم الحساب دياله بالنسبة للمؤشير فيهم جموعة من المؤشيرات الفرعية سيدة سيدقير أعطت بداية ديالجوار أعطت مينية المؤشير لأن كل مؤشير هو في نهاية المغطف يخضع لمنهجية حسابية معينة المؤشير الذي اعتمده صندوق النقد البنك العالمي عفوا هو مؤشير يجمع بين متغيرات متعددة على رأسها التعليم والعلاقة مع سوق شغل وكفاءة اليد العاملة ومهنيتها هذا المؤشير في نهاية المؤطف جوهر الإشكالية إشكالية سوق شغل والكفاءة في المغرب هي العلاقة أولا نحن كوننا منظومة تعليمية من بنيش على علاقة مباشرة بسوق شغل وعندما كان الارتباط المباشر بسوق شغل كان الارتباط بقطاعات هشة اقتصاديا مثل سياحة مثلا أو قطاعات موسمية وهذا الشيء يجعل بأن الرأس مال البشري المغربي هو يستطيع أن يجد فرص شغل في قطاعات اقتصادية معينة لكنه لا يستطيع أن يواكب التحولات لا الرقمية ولا الاقتصادية لأن نتحدث عن طورة الصناعية الرابعة لا نستطيع أن نواكب تلك التحولات المتسارعة لاقتصادية الدولية ونظرا لأن الاقتصاد الوطني مرتبط أشد دم ارتباط بالاقتصادية الدولية ولا سيامة الأوروبية فإننا أصبحنا حديقة خلفية على مستوى تأهيل الرأس مال البشري ونكون في اليد العاملة الفلاحية ولكننا لا نستطيع أن نساهم في التحول الصناعي والاقتصادي المنشون ولهذا بقيت المعادلة في المغرب منحصرة ما بين تعليم عمومي عام وما فيش تخصصات دقيقة وحتى إن كانت تخصصات دقيقة فهي لا ترقع إلى مستوى المطلوب على مستوى الكفاءة واقتصاد بنية اقتصادية هشة أكد أقول بأنها موسمية ولا تنظر إلى تحولات المطلوبة أو المفروضة على مستوى الدولي هذا هو وصول بالمعادلة في نظري الذي يجب أن نجيب عليه إذن تعليم هو وصول بالمعادلة وهو شرط من الشروط دي القياس دي هذا المؤشر يعني كيت كل المؤشر على السنوات الدراسة الناشطين في المغرب بالنسبة للحالة المغربية كيف هي؟ اليوم مني تنشوف لتدليل الحالة دي القطاع التعليم تنشوف بأن الوزارة وبأن الدولة الوزارة الوصية والدولة بدلت مجهودات من أجل تعميم تمدرس على المستوى الابتدائي والإعدادي والتانوي ولكن المفارقة هو أن هذه المجهودات التي بدلت وصلنا في الابتدائي لنساب 98% وفي التانوي نساب التي تقارب 70% هذه المجهودات لا يبانش الأكل ديالها على مستوى المهارات التي تكتسبها المتعلمين وعلى مستوى إذن هناك مشكل في نجاعة النظام التعليمي اليوم عندي 98% ديال المتمدرسين في الابتدائي ولكن تخرج لي في نهاية السلك الابتدائي متعلم لا يتقين مثلا حيث مشكل اللغة دراسة البنك الدولي تتهدر على مشكل اللغة تخرجي متعليم لا يتقين لا العربية ولا الفرنسية وش أنا عندي 98% هذا هو المطلوب المطلوب هو أنني نخرج بواحد التلميذ ليكتسب شي حاجة من تعليم الإخداء إذن مثلا نهضره على النجاعة يمكن نهضره على مشكلة الاقتصاد في المدارس العمومية يمكن نهضره على مشكلة تأهيل ديال الأساتيدة سواء على المساوى البتدائي أو على المساوى الإعدادي أو على المساوى ديال التنوي وهذا ليس مشكلة ديال الأستاذ هو بل مشكلة ديال منظومة تعليمية كيفاش تنضر لهذا التأهيل وتكويل المستمر مثلا مني تنوصلوا للتعليم الجامعي وتحدث الأخ على ربط التعليم بسوق الشغل كين هذا المشكل اللي هو بعدها هذا سوق الشغل شنو بغيين فيه احنا مثلا خستكون عنا واحد الرؤية العشر سنين ولا 15 العام القدام شنو غايكون عنا في سوق الشغل شكونا هما هاد الشركات اللي بغينا يكون عنا شنو هاد الصناعة اللي بغينا نكون عنا باش نقدروا يكون عنا تعليم اللي يمكن يواكب ولكن من غير هذا مشكل اللغة مشكل تأهيل تيبقى قائم تل الدراسات العليا كل هذه مشاكل هي صلب أظن أنها صلب المشكل في المغرب إذن كترح المشكل أو المشكل للتعليم كترح هو شرط مشروط يعني مؤشر الثروة البشرية والتأهيل إلى غير ذلك المشكل تترح مشكلة الجودة ولكن رغم ذلك نعطيه غير بعض الأرقام يعني أنه 99 تضاعفات الميزانية ديال الدولة اللي كتصرفها للتعليم كذلك القصة أعرف هي كتوضع أموال باهضة وتضاعفات ولكن فاش كنجيو النتائج فكنصبوا بأنه ارتفاع لا مكيفوتش الرقم ديال 1.4 إذن يعني عارش هناك كل المشكلة هناك مشكلة في المقاربة أنا في نظري نحن نعتمد على مقاربة خاطئة في بناء السياسات العمومية ولسيما الاجتماعية منها نركز على الكم وكنسوا ما هو كيفي ونوعي على مستوى الكم احنا الناس الآن مسؤولين كتباهوا فقط بالأرقام ولكن على مستوى حيث نجيين قارن التلميذ المغربي مع زملائي ونضرائي في دول يعني عندها نفس المستوى الاقتصادي واجتماعي ديالنا كالقاء بأن التعليم في المغرب ضعيف جدا لا يؤهل التلميذ إلى الانفتاح على المستقبلين في تطوء في حركية دائمة هذا المشكل الأول المشكل الثاني هو أنه احنا سياسات ديالنا في مجال ديال التعليم هي سياسات ديال مرتبطة بالوزير كي يأتي وزير كي يدير واحد الخطة كي يأتي وزير تاني كي يدير خطة أخرى ما دا يريد تعليم في قلب استراتيجية وطنية ترتبطه ب 15 سنة أو 20 سنة اليوم عندنا مجلس أعلى التعليم ولكن دور دياله أنا نقدر نقول لك بأنه ملتبس وهو دور استشاري ولا تقريري إلا كان المجلس أعلى التعليم سيدير واحد المجموعة ديال الندوات ومن خلال يخرج بشعارات وعناوين ديال الإصلاح هذا الشرع كنا نعرف في الميطاق الوطني التربية والتكوين أنا كنظن بأن اليوم الميطاق الوطني التربية التكوين هو يعني ميطاق مفتوح فيه فيه الأسس فيه القيم يعني المتوافق حولها وهو كافي باش نمشي ونزيد القدام الآن المشكل في الأجراء في الأجراء عنا إشكال كبير جدا أولا كنظن بأنه خسن خرج من التعليم ديك البنية الضيقة دياله أولا تانيا اليوم أرجعت عندنا جوج ديال السرعة في التعليم الخصوصي وسرعة في التعليم العمومي والتعليم العمومي هو لأبناء الفقارة والجودة دياله مشكوك فيها والتعليم الخصوصي لأبناء الطباقات المتوسطة والميسورة ولكنه يتطلب موارد مالية كبيرة دون أن يعطي ذلك النتيجة المطلوبة لأن في نهاية المعطاف حيث نجمع عن الناس للتعليم العمومي والناس للتعليم الخصوصي وكان نشوف في نهاية المعطاف ما هو المنتوج المغربي كالقا بأنه ضعيف رغم الأموال الطائلة التي صورفت رغم الميزانية الطائلة ورغم جميع الخطابات التي مورست من حتى أنا كنت صغير حتى الدابة وأنا كنت سمع إصلاح التعليم لا يمكن أن نستمر في هذه الحال يجب أن نقوم بطورة تعليمية حقيقية اليوم من أجل الخروج من عنق الزجاجة وإلا فإن المستقبل تنتظرنا فيه مجموعة من التساؤلات التي لا نستطيع أن نجيب عنها نربط هذا بالمرضودية للنشيطين من المشتغلين في المغرب هم نتاج للمدرسة المغربية سواء تعلق الأمر بالعمومي أو الخصوصي كيف يمكننا اليوم أن نقيم المرضودية للناس التي يشطوا سواء على المستوى المقاولات أو في الوظيفة العمومية تروى البشرية النشيطة في البلد المرضودية الكلام الذي قال الأخ حيننا على مفهوم مهم هو مفهوم العدالة الدراسية التي تحدثت عليها جميع الدراسات التي تم مات بالرأس من البشري في المغرب غياب هذه العدالة الدراسية كان دائما مطلب الحركات الاجتماعية ومطلب اجتماعي ولكن اليوم هو ضرورة اقتصادية لأن الغياب هذه العدالة وعندنا تعليم العدالة أنه كل المغاربة كلهم التي تخرجوا سواء من تعليم عمومي أو من تعليم خصوصي عندهم نفس الكفاءات ونفس المهارات التي توصلون لسوق الشغل وهذا كيف تأتى بتعليم عمومي قوي وبالاهتمام بالتعليم العمومية وبالتعليم الخصوصي ايضا سأتكلم عن المرضودية دير هذه الناس أنا سأوصل سأوصل لهذه العدالة الدراسية سأوصل للمرضودية سأرفع من مستوى التعليم سأرفع من المرضودية لأن سواء النظريات الاقتصادية على النمو أو التجارب الاقتصادية في الدول لنجحات وقدرات تدير من كخصانس غبي تمشيل نمو سريع كلها تتربط الاستثمار في شيئين أساسيين تعليم والصحة من يكون لدينا استثمار في التعليم وعننا تعليم ناجع هذا تعطينا واحد المرضودية من يوصل لسوق الشغل وهذا شيء الذي يعتمد عليه المؤشر الرأس من البشري التعليم هو في صلب الإنتاجية لا يوجد شيء بعيد من يكون لدينا شخص متعليم عنده مهارات يقدر يكون فاعل في صق الشغل يقدر يكون مطلوب في صق الشغل ينتج وبالتالي يساهم في النتيج بصفة مباشرة إذا اليوم الاستثمار في التعليم هو الاستثمار في المستقبل والاستثمار في النمو لا شيء حاجة واحدة أخرى نحن لا تكلم عن المستقبل نتكلم عن الحاضر ماذا عن تقييم المرضودية النشطين من المشتغلين في المغرب إحصائيات الدولية المتعلقة الدول ضعيفة على مستوى الإنتاجية مثلا نشتغل بالكثير المرضودية دينا ضعيفة لماذا لأنك فيها مشكل تكوين وفيها مشكل أخلاقي يعني ديال ليتيك يعني مدى احترام أخلاقية الشغل نحن المغربة بدأت تتربع أنه واحد التقافة خطيرة هي ديال الغش والغش في الخدمة هذه دخلة في البيئة التمكينية العامة ديال البلاد إلا كان الإنسان يمشي يخدم واحد الخدمة ناخده أي واحد بلومبي تجيبه الدار تخرج من تكوين المهاني تتكون مثلا على مستوى التقني وكان كان واحد مستوى آخر ما تتكون فيه هو احترام أخلاقيات العمل والشغل هذا مشكل عاويس في المغرب أظن هذا متروح عند الناس في اليومي ديالهم هذا معروف على مستويات متعددة في جميع المهن وينخر المجتمع في عمقه والدلال لذلك هو أن بزاف ديال المستثمارين حيث يجيو كيد يروح القراءة الدفتر التحملات المالي في المغرب كيلقاوه إيجابي على مستوى على المستوى القريب على المدى القريب ولكن حيث يدخلوا اعتبارات ديال الرأس من البشري كيلقوا بأنه على مدى خمس سنوات أو عشر سنوات المشروع ديالهم لن يكون مربحا هناك يطرح هنا مشكل على مستوى البيئة العامة البيئة العامة فيها ما هو تأهيل تقني فيها ما هو تأهيل أخلاقي وفيها مسألة أساسية هي منظومة القانونية المؤطرة لعلاقات تشغيل في المغرب هذه المنظومة كلها أعطتنا واحد العامل اللي يشتغل ولكن المرضودية دياله ضعيفة والأزرة دياله ضعيفة بالمقارنة مع المشغيل دياله هنا سؤال بغيت نطرحون أنه يمكن نقرن النقطتين مع بعض هو المداخيل ديال الناشطين من المغربة ونحاول نقرنها بالإنتاج دياله وش كين توازي أم كين تفوتت حيث كان نقرنه ما يسمى أدنى الأجور في المغرب هو نسبيا مرتفع بمقارنة مع دول أخرى دول مجاورة مثلا دول مجاورة لكن أنا بالنسبة لي القراءة ديال هذه المؤشرات ما خصوص تكون يعني انتقائية خاصة تكون في منظور اقتصادي شامل لأنه في فرنسا عندها شروط قانونية أحيانا ضاغطة على المستثمير فيها لحد لأن الأجور جد مرتفئ ولكن الناس يستثمروا فيها إذن هذا هو التناقض ماشي سنقصوا من حد لأدنى الأجور لأن نرفعوها ترى الاستثمار هذه قراءة مالية ضيقة للاقتصاد الوطني خاصة نربط ما بين حد لأدنى الأجور مع التوزيع العادي للطروات نحن اليوم المستثمر يجيب شكارته مثلا يجيب 50 مليون أو 100 مليون أو 200 مليون ويربح الملايير في الظرف قياسي في حين أن الناس اللي يخدامين معاه بقي كيش دو سميق وربما ما عندهم حتى الحقوق الاجتماعية الدنيا هذا المنظور سنشوفه فيه هذا المداخل التي تبدو ضعيفة كيف تأتي ديال على الإمكانات رغم ما مرتبطش فقط ما هو قيمي طبعا ما هو قيمي موجود في المجمع وعندنا أزمة القيام وهذا نقاش آخر ولكن هذه الإنتاجية رغم مرتبطة هذا الشخص في بعض المرات كيوصل لسوق الشغل هو ما كرى يكون عنده إنتاجية أكتر بيش يكون عنده مداخل أكتر وتكون عنده مهارات أكتر ولكن في البداية هو واحد الشخص اللي تلقى واحد التعليم يمكن ما تيواكب العصر تعليم غير ناجع ما تيوصلوش يكون عنده واحد المهارة وبالتالي تكون الإنتاجية دياله ضعيفة والمداخل دياله ضعيفة وما كيمكن يدير تكوين مستمر ويستثمر في نفسه أنا كنظن بأن العلاقة ما بالإنتاجية والمداخل هي علاقة في المغرب علاقة طبيعية لأنه ما كانش لما تنتج لا أعتقد أن هناك أشخاص تتخلص بلا ما تنتج ما عدا في بعض المؤسسات يمكن العمومية أو ولكن تنظر القطاع الخاص رأى قطاع ربما يستغلال العامل أكثر منه أنه يتخلص بلا ما تكون عنده إنتاجية فقط قبل ما نستمر في النقاش حول تدبير التروى البشرية في المؤسسات العمومية أو حتى في المقاولات نتكلم على نسب البطالة في صفوف الكفاءات حول تقييم ديالها وفي نغادية بينا هذه البطالة هذه نتكلم في صفوف الكفاءات نرجع مثلا المؤشرات المديوبيا السامية تخطيط كالقوا بأنه من تناقضات البطالة في المغرب هي أنه كلما ارتفعت ديبلوم مستوى الشهادة كلما تضاعفت حدود البطالة ديالك ليس حدود يعني العكس يعني فرص 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 البطالة وكلما كان مستوى الدراسي ديالك متدني كلما كانت عندك فرص أكبر للعطور على شغل أربعة في المئات قريبا ديال نسبة البطالة ديال بدون مستوى دراسي أو مستوى دراسي بسيط في حل أنه كلما ارتفعت المستوى التعليمي هذا كاريت شنو من الرسائل اللي كان رسل هذه الرسائل هو أنه كان رجع الفكرة اللي قلت في البداية هي طبيعة المنظومة الاقتصادية المعتمدة على قطاعاته الشام تحتاج إلى يد عميلة بسيطة فلاحة يعني الخدمات البسيطة لوف شوغين مثلا هذا هو القطاع اللي خلصة تكلموا عليه على حدة لأنه هذا مشه مشروع اقتصادي ناجح بالنسبة لي أنا كباحث في المجتمع كاللاحظ بأنه كلما كانت كفاءتك عالية كلما وجدت صعوبة في العطور على الشغل أولا العطور على الشغل المناسب لتكوينك لذا كان منسوش بأنك نديرو إحنا واحد كنشوف الكفاءات المغربية في الخارج مثلا اللي تكونوا في أحسن الجامعات باش نخلي ونقولوا المغرب بالمنظومة ديالو نعفة حت كي جن لمغرب كيلقى بأن دك الشهادة دك التخصص ديالو الدقيق غير مطلوب تانيا طريقة باش والتعلم حرفة والمهنة غير مطلوبة وربما تكون عائقا أمام تطوره المهني تالتا علاقات تشغيل في المغرب هي علاقات كثيرة ما تكون تسلطية بين المشغيل أو المسؤول وزملائه لأن هذا نقول بأن الأسس ديال علاقة متناقضة مع سقشول لا تدفع بالاحترام الكفاءة ولا تدفع بالتخصص ولكنها تدفع غالبا في اتجاه علاقات زبونية وغالبا ما تكون مختلطة برأس مال عائلي وكذا وهو ما يجعل يعني أن الكفاءات غالبا ما تجد صعوبة في الانخيرات في هذا الإطار العام الذي تحددت عليه إذن هذا سيسكحي لنا على موضوع أو سؤال تدبير الثروة البشرية داخل المؤسسات العمومية والمقاولة الخاصة ستجاوبيني على هذا السؤال ولكن بعد هذا الفاصل المشاهدين نعود من جديد في الجزء الثاني من في الاقتصاد الرأسمان البشري المغربي أسئلة القيمة والتدبير وستدى صدقيك من نفس ضد الحديث عن تدبير الثروة البشرية داخل المؤسسات العمومية وكذلك المقاولات الخاصة ماذا عن هذه النظم وكذلك إذا كانت تعليق حول نسبة البطالة وصفوف الكفاءات بغيت غير نضيف نسبة البطالة الكفاءات لدينا اليوم نسبة 23% وهي نسبة مرتفعة جدا طبعا الأخ تكلم على البنية الهشة للاقتصاد الوطني وهذا واقع حقيقي ولكن اليوم نتكلم على ضرورة تغيير نموذج المويفة لأنه لدينا بنية اقتصادية الشخص الطور ولكن أيضا نحترف بأن هذه العاطلين هم خريجي الجامعة المغربية وهذا ليس دم لهم أنها خريجة الجامعة المغربية ولكن عاطلين نلقوهم بإيجازات لا يمكن أن يليج سوق الشغل لا في صناعات صغيرة ولا في صناعات لأن لا يمكن مهارات يمكن يطلبها سوق الشغل حتى لو كانت صناعات بسيطة هذا تحني على تغيير المنظومة التعليمية وربطها بسوق الشغل وإعطاء الاهتمام أيضا للتكوين المهني الذي لدينا في المغرب هو صفة قدحية ولكن بلدان مصنعة وبلدان كبيرة كانت تعطي قيمة لتكوين المهني كالقوف ألمانيا تكوين مهني تيضاهي التعليم الجامعي وتنعرف بأن ألمانيا هي أكبر بلاد من أكبر البلدان المصنعة وهي أول مصدر في العالم إذن اللي خصنا نشوفه اليوم البشر القوح والول لهذا كفاءة ديال الشباب الحامل الشهادات هو إعادة النظر في المنظومة التعليمية ربطها بسوق الشغل ربطها بالاحتياجات وربطها بالمستقبل بالنسبة لتدبير ديال الموارد البشرية سواء داخل المؤسسات العمومية أو داخل المؤسسات الخاصة أعتقد أنه بالإضافة لهذه المشاكل التي تحدثنا عليها وهي مشاكل ديال التأهيل وديال التعليم هناك مشاكل ديال غياب تقافة الميريتوك خاصي تقافة الاستحقاق وإني كتغيب هذه تقافة الاستحقاق لا يمكن لماذا نديره دائما الرجل المناسب في المكان المناسب وتتغيب بالطبع الإنتاجية وبالتالي كي يغيب أظن أن هذا هو العنوان الكبير ستكون تقافة الاستحقاق نديره الرجل المناسب في المكان المناسب وتغيب تقافة المحسوبية والزابونية وإلى ما تلك في التدبير ترول البشرية داخل المؤسسة العمومية ومقاولات الخاصة غياب تقافة الاستحقاق ما هي الأسباب وراء ذلك أسباب فيما هو مرتبة بنية التنظيمات وفيما هو تقافي نبدأ ببنية التنظيمات ندخل مؤسسة نسؤول على تدبير الموارد البشرية كالقاوه هو واحد الإنسان الذي عنده أوامر من عند المسؤول شركة أو مؤسسة لمراقبة وتتبع وأحيانا تسلط على الزملاء دياله يعني أننا سنخرج من منظور تدبير الموارد البشرية بالمفهوم الإداري البسيط للكلمة إلى مفهوم تأهيل تأهيلي ونرجع الثقة في العلاقة مع الزملاء لماذا؟ لأن للتأهيل شرط أساسي وهو الثقة نحن ندخل على أساس أنه لم يكن الثقة أصلا في العلاقة وكيف بدأت تسلط والمراقبة ومعش دخلتي معش خرجتي يعني بدأت المفهوم الضيق للكلمة بلا من تحدث على المرضودية أنا أخصان بقول نخرج من واحد العلاقة مكتوبة فقط إلى علاقة مبنية على الإحساس بالمسؤولية أو الإشراك في المسؤولية حيث نخرج تقافية من هذا المنظور إلى منظور آخر سنخرج من دائرة التسلط إلى دائرة التشارك متعاون وهذه مسألة مصر ضروري نخرج من دزول مسألة الثانية هي أنه منظومة يعني الطريقة حيث تشوف في المنظم أو المؤسسة دائما الموارد البشرية لديها إطار ضيق في المنظم أو في المؤسسة وكتلقى في المقابل كان أعطي قيمة أكبر المديريات المالية أو المديريات التجارية في المؤسسة وهذا تملينا بالرأس مال البشرية لكي يطور وينميه كان أعطيه ضور إداري محط هذا إشكال الثاني الذي أظن بأنه ينخر أشكال التدبير والتسيير داخل المؤسسات بشكل نعم زائد الإطار القانوني العام لهذي الذي يؤثر هذه العلاقة سنعرف بأنه نحن درنا في مجموعة هذه الخبارة مع برنامج أمم المتحدة المائية مؤسسة محمد برراشد المكتوم في دبي قمنا بواحد إنجاز واحد مؤشر المعرفة العالمية هذا مؤشر المعرفة العالمية كنت تأخذ منه تأهيل رأس مال البشري جزء كبير جدا وقدمنا واحد مجموعة المعطيات وفيها 131 دولة حد نجي نشوف بأن المغرب في نهاية نقطة ضعف على مستوى الرأس مال البشري كنت تلقى بأن الإطار التنظيمي لسوق العمل المغرب يحتل الرتبة 127 من بين 131 دولة في الإطار التنظيمي لسوق العمل إذن لدينا مشكل في بنية سوق العمل مشكل الأول حد نشوف مؤهلة القوى العامل الرأس مال البشري تلقى المغرب ترتيب 99 على 131 دولة نشوف ضعف أخلاقيات المهنية في أوساط القوى العاملة تلقى الرتبة المغرب 76 نشوف توفر قوى عاملة ماهرة تلقى الرتبة 82 نشوف مؤشر آخر من المؤشرات التي تعرق النمو المغرب هو التكافؤ بين الجنسين المغرب يحتل في الترتيب المؤشر المعرفة الدولي الرتبة 126 على 131 دولة كان مشكل إذن في علاقة في ولوج المرأة لسوق الشغل وللعمل اللائق مشغل تشتغل وكنت تشتغل في إطار حطيرام الشروط الحقوق الأساسية للإنسان وفي إطار ما يسمى الشغل اللائق نحن لدينا هذه من المشاكل التي يعاني منها المغرب على مستوى المؤشرات الدولية الآن كيف خصنا أولا في هذا الإطار نحن نشتغل لكي نهار 7 أبريل سيكون الملتقى الدولي الأول للرأس مال البشري هنا في أرباط كنت نضمون الجمعية المغربية لتبير وتأهيل الرأس مال البشري على الأساس لتحسيس الناس بالدور الأساسي لأن الطروة الحقيقية دي المغرب أول بشري رأى الطروات الأخرى كلها استغلنا ومعطتش نتيجة مطلوبة على مستوى يعني توفير العيش الكريم للمواطن المغربي إذا نرجع نراجع نفسنا ونراجع النموذج التنموذي دينا ونبني على أساس الإنسان كمركز لها نتكلم على النقطة المتعلقة بالنموذج التنموذي فأنا نتكلم على هذه المشاكيل وعلى الترتيب الموارد البشرية المغربية فكل مرة نحن ندي للترتيب فأنا نربطوه بالرطيقة الاجتماعي والاقتصادي للمغاربة النشيطين أظن بأنه الجواب واضح وأنه لا تنضوش بأنه الناس تجازة على العمل به وبتالي تصعد في السلال الرقي بالشكل المطلوب طبعا سيساعد لما كان تدبير أحسن للموارد البشرية المغربية ولا استثمرنا في الأجيال للصاعدة ولا استثمرنا في التعليم ولا استثمرنا في الصحة هذا جوج المداخل ومخارج رأس مال البشري والتنمية سيقول الفقر والهشاشة الاقتصادية والشماعية سيقول حتمية لا يبقى التعب ممكن يدبك إلى مناطق أحسن الأصار الفقيرة إذا لم تقدر الدولة على عاتقها القطاعات بصفة جدية ومسؤولة والأصار وإذا لم تستطر تستمر في أبنائها لا على مستوى الصحة ولا على مستوى التعليم سيقول هذا الفقر وهذه الشاشة سيبقى تتوارد من جيل إلى جيل وبالتالي سيكون غياب الارتقاء الاجتماعي والاقتصادي عند هذه الأصار بالإضافة له أصلا هش وهش هو مرتبط بعد السلوكات على الزبونية إلى غير ذلك التي تخلي تزيد أنه تضعفه وتتحد من طموح النشطين وتترمي بالمخرجات هذه الأصار إلى باراتين الجريمة وبراتين المخدرات وإلى ما أسوأ من ذلك وبالخصوص قلة الإنتاجية وبالخصوص قلة الإنتاجية وبغيت نزيد واحد نعرف اليوم الارتقاء بالرأس من البشري لم يعود طرفا هو واحد الضرورة مليحة لكي المغرب يوصل للمصاف الدول الصعيدة لهذا الرتاب اللي يتمنى يحققها والرأس من البشري وفي صلب النمو هو عنده علاقة سببية مباشرة مع النمو رفقات نقطع سؤال هنا لكي نعم وأنه من النقاط المضيئة في التصور الاقتصادي لهذا البلاد هو بعض القطاعات أو بعض المخططات القطاعية التي تباتت بأنها في الطريق صحيح من حيث الأرقام المسجالة نقدر ندر على المغرب توجه الصناعي للسيارات إلى غير ذلك أو أجزاء طائرات إلى أي حد موارد البشرية المغربية استفدأت من هذا التصور أنا شخصيا كباحث لا لدي قراءة تقييمية على المستوى المخطط المغرب الأخطر لا لدي قراءة تقييمية لوف شورين كيف يبدأ معنا قراءة في هذه صناعة الطائرات وكذا كلما نقوم بعمل تقييم شامل لهذا القطاع ونعرف الإيجابيات والسلبيات ولكن من منظور البسيط كباحث كاللاحظ بأن بزاف القطاعات عندها ديناميكية واتيرة سريعة ومتسريعة ولكن أنا ما شاهد كيهمني كيهمني ما هو العائد على مستوى الفئات الأخرى الاجتماعية في هذا نشاط الاقتصادي الذي خلقته الدولة أو ساهمت فيه الدولة لأن إلا كنت ندير مخطط المغرب الأخضر ونخرج من بنية توزيع الأراضي بالشكل القديم عندك خمسة هكتارات أو إلى مئتين هكتار هذا على من سأعتمد سأعتمد على فئة قليلة من رؤوس الأموال فلاح دي الفلاح ولكن فين مشاول الفلاح الصغير ومتوسط يعني وزارة فلاح تتكلم في البلغة على تتمين جهد الفلاح الصغير وبالرفع من المداخي دي له هذا لا يكون في إطار توزيع هذه للطروة لأن في نهاية المعطاف في نهاية المعطاف حتى تجي تشوف مثلا سرباي في قهوة نبسط شي شوية سرباي في قهوة يشد مثلا 1300 درهم من عند ملقوة ملقوة لأرباح دي له كتجاوز هدوك يعني الأجور دي الناس اللي يخدمين معاه 60 أو 70 مرة هذا مؤشر من مؤشرات دي أن يكون اختلال في بنية دي توزيع الناتج وحيط يكون لدي مشكل في بنية دي توزيع الناتج يكون مرتبط يرجع تمن دي الاجتماعي جد مكلف لأن يقول العامل عنده حقد على المشغيل لأن يشب أن هو ينتج ولكن يشد الفوتات مما ينتجه وهذه معادلة اقتصادية ستكون محسن مني في هذا الإطار خاصة نعالجها في المغرب واش بغينا نموذج تنماوي متماسك أو لا بغينا ندير فقط بعض الأغنية واحد مئة غاني يرفع لنا لمجموعة المؤشرات ولكن المجتمع غير قضاء وهنا نوقف وقف التأمل لإعادة نظر في هذا نوع من الأسئلة وهذا هو الواقع هناك نحن الآن بصدد البحث عن نموذج اقتصادي وتنموذج جديد أي دور الكفاءات والتروة البشرية المغربية في هذا نموذج أعتقد أن التروة البشرية المغربية في صلب نموذج تنموذج وهذا ليس كلام فضفاض أو كلام للإنشاء هذه الحقيقة الاقتصادية تقول ذلك التروة البشرية هي مدخل لتحقيق النمو وهي نتيجة للنمو مني تكون عندنا تروة بشرية مؤهلة علميا وصحيا تعطينا الإمكانية أننا نرفع من وطيرة النمو ومن يتا نرفع من وطيرة النمو كيمكن نعود ونستطمر في الرسم البشري ونرفع من تأهيد سواء على المستوى الصحي أو على المستوى التعليمي أعتقد أنه اليوم بحل قبل المطلوب منا هو أن النمو تخلق بأشياء معروفة في الاقتصاد تكون عندي واحد منتوج وطني قادر على أنه يغري المستهلك الداخلي ويغري المستهلك الخارجي يعني المنتوج الداخلي تكون عليه طلاب داخلي وتيكون مطلوب في الأسواق العالمية اليوم باش يكون المنتوج المغربي مطلوب في الأسواق العالمية تيخصنا نعرفه من هنا على الأقل من هنا واحد العشر سنين ما هو المنتوج الذي نريد أن نجو على مستوى المادي يعني الحساب الاقتصادي ما هي المستوى التكنولوجي التي يمكننا نعتمد لأنه لا يمكننا نعتمد أي مستوى على حساب ما داخلنا وعلى حساب التروى المادية دينا ما هي الأسواق التي نريد ويكون عندنا رؤية واضحة باش نقدرون أهلو العنصر البشري ويكون في صلب هذا النموذج التنموذج ويتكلمتي وقبيلا على الابلونس ركتوريال واشكين واحد نتيجة أظن أن بعد العشرية وكانت نتيجة ستبان في نسب النمو وأعتقد أن المشكل الكبير الذي لدينا في المغرب هو غياب الرؤية وعند استراتيجيات قطاعية وميزانيات ضخمة ولكن ما لدينا رؤية متكاملة اللي شنوب غير يكون عليه الاقتصاد الوطني أنا كنتكلم عن المستقبل لأن الحاضر اللي فات كيبقى أجيغ سور أجيغ سور الأبليغ إذن خسنا نكونوا قادرين نجيبوا على هذه الأسئلة كاملة والعنصر البشري كيبقى هو المدخل وهو النتيجة دي الأين نفس سؤال شكرا نفس سؤال يعني سؤال الموارد البشرية والدور اللي ممكن تلعبها باش أننا يكون لدينا نموذج تنموي مؤثر على النموار اقتصادي في البلاد بالشكل إيجابي طويل الحال كنظن بأنه الآن خسنا أنا سبق لي شرطا ما كيش دولة بنات رأس مال البشرية لها عن طريق الصراع والضغط والإكراه خسنا نعاود النظر في المنظور دينا للرأس مال البشرية ونتمنه ونعرفه بأنه أي استثمار في الرأس مال البشرية هو اللي يعطي الأوكل ديالو وبناء الإنسان هو أساس بناء الاقتصاد من مشوش لك منظور المالي الضيق الذي هيمن لمدة طويلة لكنه لم يعطي الأوكل ديالو أنا أعطيك أحمية البسيطة السيساعين إليش دينام غريبي قرأ مثلا الإجازة هنا وكذا مش الكانادا ولا مش الأوروبا ولا مش كذا كيدخول يندمج كيرجع أتوى أخدام أخدام بالمؤشيرات ديالهما عنده إنتاجية مزيانة عنده مركز اجتماعي مزيان كيدخل وليداته كيقريهم كيدخل في المنظور ديال هذك المجتمع كيحطار من ضوء الحمر كيحطار كاذا كيرجع كيتقل مشكل في الإيكو سيستام عندنا مشكل أنا كنسمي علاقة الفرد بالمحيط في جانب ديال الفرد وفي جانب ديال المحيط ونظرا لأننا نحن نتحدث عن سياسات العمومية فإننا نركز على مستوى المحيط ماذا يجب على السياسات العمومية أن تعمله وأن تنخريط فيه لبناء ذلك الإنسان ولبناء الشروط التي يمكن أن تجعل ذلك الإنسان ينتج في إطار متماسك هذا هو المنظور ديالي أنا وهو عليش كندفع وكنظن بأنه في نهاية المطاف المغرب ما عنده خيارات كبيرة خاصة اليوم إما أنه يرجع يراجع نفسه وإما بأننا رغدين في اتجاه ديال أننا سنمش للدول التي اختارت أنها تبني فئات اجتماعية غنية جدا غناء الفاحش وطبقات فقيرة وغيبقوا كي تحاربوا في الدروبة وغيبقوا للطوض كيميناليتي للإجرام غادي ويرطافع لأن السجون الآن كنت تكلم على السجون السجون لا يمكن اجتح المشكلة للإجرام خاص تأهيل اجتماعي الأساسي لكي لا يتربع عن الحقيقة الاجتماعي في المغرب والاقتصاد لا يمكن هذا النوع المؤشرات قدامنا المعطيات الرقمية تركز على رؤية مجتمعية اجتماعية وعلمية قبل اقتصادية ورقمية تماما هناك نماديج اقتصادية في هذه الباب هناك نماديج هناك دول اختارت انها ما يكون عندها السبق في كل شي ويكون عندها واحد مجال مبني على العلم وعلى التعليم حيث تشوف نموذج ديال فيلندا مثلا هي اللولة في مجال للتعليم فهي بدأت بالاقتصاد بدأت بالتعليم الذي انتج اقتصادا معرفيا اقتصاد المعرفة حيث تشوف كندا تشوف جامع المدن ديالها كتلقى الجامعة في قلب المدينة ومرتبط اشد مرتبط بالنسيج اقتصادي والمعرفة اقتصاد المعرفة هو الذي يؤثر اليوم وليس اقتصاد بالفهم الكلاسيكي لكلمة اذا اخصنا انطرحوا هذه الاسئلة على ما يسمى بالنموذج التنمووي الجديد واخصي شاركو فيه المغربة وبالنسبة الكفاءات انا كنضم بان اللي هي ان الشروط ديال بناء ثقة سنقدر اننا نستفد من الرأس المال البشري ديالنا استفادة احسن نعم اللي عاوتين مطروح في الحاضر اللي نعيش وده نعيش ما يعرف بالطروة او الثورة الصناعية الرابعة فما بقاش مطلب منا غير سننواك بحتل ما هو جديد تكنولوجيا باش نقدر اننا نشوف المستقبل واش احنا فعلا واش تتبان هناك مؤشرات على اننا سنواكب هذه الثورة الصناعية الرابعة لمرتبطة بكل ما هو تكنولوجيا جد حديد انا لا اعتقد ان هناك بلد يمكن يقفز على مراحل تاريخية اقتصادية معينة يعني الى احنا اليوم في هذا فهذا المستوى من تصنيع بمنتوجات مغربية لا تحمل اي قيبة مضافة ولا تحمل اي اداء تكنولوجي واش احنا غدا نقول يمكن نبني الاقتصاد المغربي باش في ضرف عجر سنوات نكون بحل امريكا ولا بحل اليابان اعتقد هذا سيكون من باب غياب العقلانية انا اعتقد ان كل بلد تخصي بني مشروع الصناعي والاقتصادي بناء على موارد المالية بناء على موارد البشرية شنه الموارد بحل قلت قبيلة شنه الموارد المالية اللي عنا وشنه الموارد البشرية الامتل هذا السؤال اللي يمكن نصل له من هنا عشر سنين بهذه الموارد اللي عنا هذا شي هو المستوى التكنولوجيا اللي خصنا بالنوا وشنه الصناعات اللي خصنا بالنوا تكلمتي قبيلة على صناعات السيارات وهي هذه الصناعات اللي تسمى الصناعات الوسيطة الزاندوستقية انتغميدياك وانتا اعتقد الامش فيها المغرب كيمكن تعطي الأوكل ديالها ولاخدنا دولة بحل الصين اللي هي دولة قوية اليوم هي احتمدات هذه ثلاثة العشريات على هذه الصناعات الوسيطة اعتقد انه اللي خصنا نتحلو به اليوم هو هذه العقلان هي الاقتصادية والتدبير الأمثل للموارد سواء كانت مادية او كانت بشرية اللي بغيت نضيف هو ما هو جميل في هذا الشيء اللي كان وانا جميع الدراسات تشير على انه اذا تدارك المغرب النقص اللي عنده في الرأس مال البشري فهو يمكن تدارك تأخر الاقتصاد اللي عنده في أفوق 21 او 30 سنة استيناد المؤشرات التي لدينا اليوم نشوفها دائرة بنا وحيط بنا واش ممكن نكون متفائلين فيما يخص تطوير الكفاءات البشرية والثروة البشرية المغربية أنا في دقيقة كباحث لابد أن أكون متفائلا لأنه بقي هامش دي المناورة كان عندنا إمكانية باش نوقف وربما الأزامات من الإيجابي فيها هو أن كيوقف الإنسان كيوقف وقف التأمل في المصار الذي أخذه والذي يعني استعمله للوصول إلى هدف اليوم كان أزمة كل شيء يعترف بها بما فيها جلالة المالك قال بأنه نموذج التنموذي فشل مزيان إذن نحن أرضية صلبة لتفكير بأسلوب نقدي وموضوعي وعلمي في واقعنا الآن فيه كان المشكل كان المشكل في هذوك الناس اللي يقصون يفكرون بعمق ما كان عايتوش اليومي لأسف كان عاودون ديروا إعادة إنتاج النفس بنفس الأشخاص بنفس الأشخاص اللي أعطونا اللي أعطونا النماتيج القديمة ودافعوا لها إذن هناك مشكل وهذا مشكل أساسا للرأس مال البشري إلا بغيتي يعني تنمي الرأس مال البشري يجب أن تعطي إطارا للثقة لتلك الموارد لكي تنتج لأنه الإنتاج للرأس مال البشري أساسا هو في الأفكار وهذا الدكاء الجماعي ممكن أن نخلقه في المغرب ولكن إذا تغيرت علاقات علاقات وطبيعة يعني القرارات كيف تتخذ إلى تغيير هذه المنظومة هذه أنا أبتقى بأن بإمكاننا نوصلوا من المغرب العامق نجلبوا منه الكفاءات المطلوبة ونساموا في إنتاج نموذج الموجدين في تلاتين تانية طبعا لا يمكن إلا أن نكون متفائلين لأننا قدمنا تجارب البلدان طلقت من الصفر ولكن في وجود الإرادة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية قدرت تحقق ندير إقلاع اقتصادي بحلقة الأخ كل مشكل نحاول نحلوه بالأخصاء كل مشكل نعيطه على الناس التي تفهموا فيه نحط إسند مهمات لأصحاب الاختصاص سيدة المسيقية سيدة الاقتصاد بجامعة ابن تفيل بالقنيطرة وسيد يوسف صديق وأنت أستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد الخامس بالرباط ومسؤول عن ماستر تدبير الرأس مال البشري والتواصل شكرا لكم على الحضور على إثراء النقاش مشاهدين شكرا على المتابعة شكرا جزيلا لدريست باع وطاقمه التقني بالرأس بالرأس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر